موسيقى بحلول مارس القادم مصر لن تسمح بدخول بضائع لا تخضع للمعايير الأوروبية للجودة فكيف ستتأثر أسواقها موسيقى أهلا بكم في حلقة جديدة من ماذا بعد جولة صغيرة في شوارع العاصمة المصرية ربما تكشف لك الكم الهائل من المنتجات رديئة الجودة مجهولة المصدر هي بالطبع سلع لها جمهورها الذي قد لا يهتم كثيرا بالجودة مقابل انخفاض السعر ولكن يبدو أن هذه الصورة ستتغير بشكل كبير خلال أشهر قليلة قادمة فقبل أيام مضت صرح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن مصر لن تقبل باستيراد منتجات غير مستوفية للمعايير الأوروبية في خطوة يرى مراقبون أنها ستسهم في رفع مستوى جودة المنتجات التي تقدم للمواطن المصري نتابع تصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي فإحنا عاملين ميكانة كاملة لكل إجراءاتنا سواء في الضرائب أو في الجماري وكان اتفاقنا مع الدكتور محمد والحكومة الدكتور مصطفى أن مارس 22 ده آخر خط لكل الإجراءات إحنا بنتكلم على دولة بتتكلم زي ما الدول المتقدمة في مجال التجارة عبر الدول بتتم كده بتتم إزاي أن النهاردة المستورد اللي حيستورد شو إحنا دي بيجيب لي من جهاته إحنا حطين دلوقتي وشغالين في حاجة اسمها المعايير الأوروبية مش كده عشان لا نسمح بدخول أي بضايا لمصر إلا تبقى للمعايير الأوروبية إحنا مش هنقبل أن يخش مصر حاجة للناس كده مش كده ولا إيز مش هنقبل أن حاجة تخش أي حد يستورد أي حاجة يبيحها للناس تشتغل لجدة سبوع اتنين تلاتة شهر وتترين لا إحنا هندخل كل البضايا اللي هتخش البلد دي تبقى للمعايير زي بالدول المحترمة بتشتغل حاجتنا من شركات محترمة عشان الناس اللي في مصر تشتري وهي منطمنة أن الحاجة اللي موجودة دي ومش هنسمح وأنا بقولها بوضوح مش هنسمح لأي مستورد أن يجيب أي حاجة مش هنسمح لأي مستورد يجيب أي حاجة مش هنوافق له وعشان كده النهاردة كم شهر اللي فاتوا كان عبارة عن إجراءات يعني اختبارية لكن اعتبارا من أكتوبر هنبتدي نشتغل مارس ستين وعشرين أنا بقولها لكل الناس المعايير اللي احنا اتفقنا عليها لكل البضايا اللي تخش مصر تبقى للمعايير الأوروبية ويبقى برضو ادينا فرصة للمستوردين أن هم ينتبهوا أن هم لما يجي يتعقدوا يتعقدوا على بضايع ومواد حيتطبق عليها المعايير اللي أنا بتكلم عليها دي توجهات الرئيس السيسي وفقا للمحللين والخبراء تعني تصنيف الشركات والمصانع المستوردة وإرسال بياناتها إلى مصلحة الجمارك وإذا كانت هذه الشركات تعمل وفقا للمعايير الأوروبية سوف يتم السماح بدخول شحناتها المستوردة من خلال منظومة إلكترونية متكاملة ومتطورة تحيد العنصر البشري وتزيد الشفافية في التعامل مما يحسن من بيئة العمل والاستثمار في مصر كان من المقرر تطبيق هذه القرارات خلال العام الجاري لكن عدم جاهزية المستوردين والذين يبلغ عددهم قرابة 18 ألف مستورد والإجراءات المطلوبة للتسجيل وتقنين الأوضاع أدت لتأجيل التنفيذ حتى مارس من العام القادم كحد أقصى كما لقيت هذه القرارات إشادة من جانب كثير من الخبراء فهي من وجهة نظارهم ترفع من مستوى جودة المنتجات المقدمة للمواطن المصري وتتماشى مع خطوات الدولة لرفع مستوى المعيشة بشكل عام في البلاد كما يرون أنها مفيدة للمنتجات المحلية التي تعتمد على مواد خام مستوردة من الخارج وهو ما يسهم في رفع مستوى جودة المنتج المحلي أيضاً تفاصيل أكثر حول قرارات الاستيراد الجديدة وتبعاتها على السوق المصري نناقشها مع ضيفنا من القاهرة الأستاذ أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق بالغرفة التجارية بالقاهرة مساء الخير أستاذ أهلاً بك في ماذا بعد بداية ما هي قراءتك لهذه القرارات؟ كيف ترى تداعياتها على السوق المصري؟ أهلاً وسهلاً هو طبعاً القرار أو التوجهات اللي صدرت نسيات الرئيس هي توجهات مهمة جداً في الحرص على عدم دخول أي بضايا إلا ما تكون مطبقة لمواصفات الجودة العالمية والتي تطبق في كل دول العالم مش بتطبق في أوروبا بس إنما هي ممكن بتكون الجهات أو الهيئات اللي بتصدر هذه المواصفات وشهادات الجودة هي أغلب مواقعها بتبقى في أوروبا وفي أمريكا والمواصفات دي بتنطبق على كل سلعة بتدخل السوق المصري سواء صناعية أو تجارية أو استهلاكية دي مواصفات إحنا شغالين بيها وبتكلم بقى عن المستوردين اللي بيستوردوا بالطرق الرسمية وهنا عندنا الجهات الرقابية بتدقق بشكل كبير جداً على عدم دخول أي سلعة إلا ما تكون مطبقة للمواصفات الدولية اللي هي معتمدة بشهادات أوروبية زي السي إي والآيزو والإيد والإي إف دي وغيرها من الشهادات اللي بتؤكد أن هذه سلعة مطبقة المواصفات الفنية لو تشرح لنا ما هي هذه المعايير ما هي المعايير الأوروبية التي ذكرها الرئيس السيسي هي الدول في كل أنحاء العالم المعايير بتقول أن أنا مثلاً بصنع سلعة الماء بتبقى الجودة بتاعة المكونات المكونات اللي هي بتصنع هذه السلعة بانطبق عليها مواصفات صناعية وهندسية بشكل محدد لا تقل مثلاً الخامة بتبقى الخامة بتاعة المنتج بشكل معين الفينش بتاعة المنتج كل ما يخص المكون بتاع الصناعة أو المكون بتاع تتمة الصناعة أو السلعة الغذائية بتقضع لهذه المواصفات والشركات اللي مصدرة أو الشركات المصنعة ما بتقدرش تصدر إلا ما يكون مع هذه الشهادة والشهادات دي المصانع بتاخدها عشان يوافقه العيقات دي توافق المصانع على تصدير هذا المنتج بعد مطبقته لمواصفات فهي مواصفات عالمية بتصدر من هيئات موجودة في أوروبا وإحنا بنسميها دي المواصفات الأوروبية العالية الجودة فإحنا كمستوردين إحنا شغالين بهذا نظام من فترة طويلة ولكن في بعض الشركات ودي اللي كان سيادة الرئيس أشار لي أن إحنا مش هنسمح بأي مستورد أنه يدخل أي سلع إلا ما يكون مصحوبة بهذه الشهادات ومصر خادت الكثير من الإجراءات سابقاً وحالياً إن استحالة في أي سلع هتدخل للسوق المصري إلا ما تكون مطابقة المواصفات والجودة المطلوبة أو المواصفة عالمياً ودي الشودير سهل ببعثها لسيادة الرئيس بيطمن بيع المستهلك إن أنت أي سلع هتستخدمها هتكون سلع جودة عالية جداً والأجهزة الرقابية سمحت بدخولها بعد ما كشفت عليها وجدت إنها مطابقة للمواصفات العربية والمواصفات الدولية جميل طيب اليوم نحن نعرف بأنه نسبة كبيرة من المنتجات الموجودة داخل السوق المصري هي منتجات صينية وهنا السؤال ما هو مصير المنتجات الصينية في حال تم تنفيذ هذه المعايير بشكل حرفي؟ وأنا عايزة أقول لحضرتك أن الصين متواجدة في كل الأسواق العالمية في الأسواق الأوروبية والأسواق الأمريكية مش في الأسواق المصرية بس يعني ولكن هي المعايير اللي هي مطلوبة لما بنستورد أي سلعة من الصين هي بتطبق المواصفات الدولية واللي هي الجودة على السلعة وبتبقى مصحوبة بشهادات معتمدة من هذه الجهات اللي أصدرت هذه شهادات الجودة وما بيدخلش مصر إلا لما يكون مطابقة للجودة ومطابقة للمواصفات الدولية أو الأوروبية وإحنا عندنا هنا في مصر على عكس دول كتير جدا إحنا عندنا رقابة شديدة جدا 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 على دخول البضايع من بداية فتح الاعتمادات النظام اللي موجود عندنا بنذكر في الشركة المصدرة الشركة موجودة فين هل المنتج دو مطابق المواصفات ولا مش مطابق المواصفات وبتاخد موافقة الشركة الخارجية على التصدير لمصر وبيتم الإجراءات الاسترادية طبقا للمظام الاستراد العالمي اللي موجود والبنك ما بيفتحش اعتماد إلا لما يكون المصحوب بكل البيانات الخاصة بالمصدر والموافقات بتاعة الاستراد وبعد ما بتوصل بيحصل فيه فحص في الأجهزة الرقابية في عندنا حاجة اسمها الهيئة العامة للصدرات يعني ما نفهمه من كلامك أستاذ أحمد بأن الوردات الصينية لن تتأثر عند تطبيق هذه المعايير اليوم ألا يوجد شروط جديدة قد توضع عليها؟ لا ما فيش فروض أساني أقول لحاظتك احنا الشريك الرئيسي اللي لنا في حجم التجارة والتبادل التجاري هي الصين احنا حجم التبادل التجاري بيننا وما بين الصين بيتجاوز 16 مليار دولار احنا حجم الاستراد بالكامل أوردات بنتكلم حوالي 65 مليار دولار فهو شريك رئيسي مهم جدا 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 ما نقدرش نستغنى عنه نقطة تانية أساسية أن كل أغلب الوردات اللي بيجينا بتمثل 85% هي مستلزمات إنتاج ومادة خام وخطوط إنتاج يعني البضاعة اللي بتدخل بتبقى مطابقة لكل المواصفات والمؤرد الرئيسي عندنا بالنسبة للمواد الخام أعتقد بتبقى دول آسيا سواء الهند ولا اليابان ولا الصين ولا تايوان وده ما نقدرش نستغنى عنه وعايزة أوضحها هذه كمان أن الصين شريك رئيسي في كل الصناعات اللي موجودة في العالم حتى في أوروبا كل الشركات في أوروبا أو في أمريكا الشريك الرئيسي في صناعاتها هي الصين الصين أكبر مصدر في العالم إذن ما الذي سيتأثر بهذه المعايير المستورد المصري بشكل عام هل سيتأثر بهذه القوانين الجديدة أو تطبيق المعايير الأوروبية لا هو إحنا بقول لحضرتك وأنا وضعت إن إحنا أريد بنطبع هذه المعايير من فترة إنما لا هتأثر المهربين البضائع اللي بتدخل بدون رقابة وبدون أي كيف نفسر إذن وجود بضائع كثيرة ربما رديئة غير موادها الخام غير جيدة كيف نفسر ذلك أعتقد إن كل البضائع اللي بتنزل السوق المصر وبيتم الاستراد فيها بالطرق الرسمية اللي أنا شرحتها لحضرتك دي بضائع مطابقة للمواصفات ولكن البضائع الرضيئة أعتقد ده جزء بسيط جدا أنا أقول لحياتك ده ممكن بييجي عن طريق التهريب والتهريب ده موجود في كل حتة في العالم ولا تمثل شيء ودي بضائع أساسا بتبقى ممنوع استرادها ممنوع استرادها أساسا فاللي بيأخذ المخاطرة المهربين دي وبتتواجد بشكل ضعيف جدا في الأسواق إنما أنا من خلال يعني معايشتي في السوق وإيه اللي بييجي ومعايشتي في الجمارك أنا أقول لحياتك ما بتدخلش أي سلعة وده أنا بطمن بها المصدرين والمستوردين لأن المستوردين والمصدرين خايفين يقولك لا ده هيؤلل على حكم استرادنا لا 99% من البضائع اللي احنا بنستوردها بتدخل بالطرق الشرعية وتتبع فيها كل الإجراءات الخاصة بالاستراد شكرا جزيلا لك كنت ضيف هنا أحمد شيحا رئيس شعبة المستوردين الأسبق بالغرفة التجارية بالقاهرة شكرا لك فاصل ونعود من بعده لنشاهد هل يؤدي تطبيق معايير الاستيراد الجديدة إلى رفع أسعار السلع أهلا بكم من جديد في ماذا بعد من المعلوم أن السوق المصري قائم على الاستيراد بشكل كبير حتى أن حجم الوردات المصرية خلال الفترة من يناير إلى يوليو هذا العام بلغ أكثر من 42 مليار دولار فكيف سيكون مستوى تأثير هذه القرارات على الوردات المصرية؟ على الرغم من إيجابيات قرار تطبيق المعايير الأوروبية إلا أن خبراء اعتبروا أنه قد يكون له بعض السلبيات ومنها ارتفاع أسعار السلع مثلا أو ظهور ممارسات احتكارية من قبل بعض المنتجين المحليين بسبب الغياب المحتمل للمنافسة على بعض المنتجات حيث حذر البعض من أن بعض المنتجات المستوردة قد لا تتوفر فيها شروط دخول السوق مما يؤدي لانفراد منتجات محلية بالسوق المصري وبالتالي ارتفاع أسعارها وتحكمها في الأسعار تبعات هذا القرار فرضت عددا من التساؤلات نطرحها على ضيفنا من القاهرة الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي دكتور مساء الخير مرحبا بك في ماذا بعد على شاشة الغد بداية ما هي قراءتك لهذا القرار؟ كيف سيتأثر السوق المصري بتطبيق المعايير الأوروبية على المنتجات المستوردة؟ في البداية مساء الخير لحضرتك مساء الخير لسادة المشاهدين في كل مكان قراءة سريعة لهذا القرار المفاجئ والذي كان يجب اتخاذه من عدة سنوات لضبط عملية الاستيراد العشوائي سلع رديئة تصبح موجودة داخل السوق المصري سواء سلع منتجات نهائية منتج نهائي أو منتج وسيط أو خامات كان بتؤثر في الأسواق وفي أن يكون المنتج المصري غير قابل للمنافسة داخل الأسواق الخارجية ضبط السوق أننا شفنا خلال فترة الماضية الاستيراد العشوائي ما كان قبل 2014 و13 كان بيكلف الاحتياط النجد الأجنبي أكتر من 75 مليار دولار سنويا شفنا النهاردة انقفاضه في 2020 إلى 63.5 بفارق 8.5 مليار دولار عما كان الاستيراد أصبح له شكل النظامية من خلال أن النهاردة ما عادش فيه مستورد قادر على استيراد سلع في مارس 2022 يكون من شأنها أن تكون رديئة الصنع أن تكون لديها لابد أن تكون مطابقة للموصفات ده بعض المصنعين بيقول أنه هيعمل على رفع بعض السلع بعض المنتجات في داخل الأسواق المصرية إنما رأي آخر بيقول أن ده بيمظم عملية إتقال سواء منتج تام الصمع أو مواد خام داخل الأسواق المصرية بيرفع من كفاءة المنتج المحلي ويكون له القدرة على المنافسة داخل الأسواق الخارجية وده بنشوفه بشكل واضح لأن المادة الخامة اللي موجودة وتم استيرادها مطابقة للموصفات الأوروبية أعتقد بالتالي المنتج النهائي يكون قادر للمنافسة داخل الأسواق الخارجية ده بالإضافة أن المنتجات النهاردة بنشوف حجم المنتجات الصينية اللي كانت موجود داخل الأسواق المصرية براضاءاتها بتكلف الموزنة العامة أو بتكلف الحتوات النقدي قد إيه بنشوف ده فيه ترتيب وتنظيم لهذه العملية بشكل آخر وبشكل أصبح في النهاية يصب لصالح الصناعة الوطنية ولصالح المواطن المصري بتأكيد تطبيق هذه المعايير بالإضافة للنهاردة الحكومة عاكفة عاكفة على تحديد ما هي السلع التي يتم استيرادها طيب جميل وضحت هذه النقطة دعني فقط أسألك لو سمحسلي تطبيق هذه المعايير من شأنه أن يقدم منتج عالي الجودة ولكن اليوم البعض قد يقول بأنه المواطن العادي أو البسيط يهمه سعر السلعة أكثر من جودتها تطبيق هذه المعايير والشروط ألن يرفع من أسعار السلع المستخدمة؟ دعني نتفق في البداية ما هي نوعية هذه السلعة التي ستم تطبيق عليها هذه المعايير؟ هل هي سلع غزائية؟ هل هي سلع حبوب؟ هل هي لحوم؟ هل هي سلعة هم المواطن المصري في المحدود أو المحدود الداخل في المقام الأول؟ ولا هي سلع وسيطة وآلات ومعدات ومواد خام بيتم إدخالها في منتجات أخرى لتصبح داخلها في منتج نهائي داخل أسواق؟ النهاردة لما أقول أن مصر تستورد أمح، مصر تستورد زرة، مصر تستورد فول صوير كل هذه الحبوب والإجلال اللي بيتم استراضها، هذا القرار ليس له تأثير مصر تستورد لحوم، مصر تستورد سلع جزائية كثيرة، ليس هذا القرار لا يشمله هذا القرار هذا القرار يشمل الألات والمعدات والمنتج النهائي والمواد الخام الداخلة في صناعات أخرى وبالتالي الرأي الذي يقول أن سوف ترتفع بعض أسعار سلع داخل سول مصري هو رأي فيه مغلطة كبيرة لعدم وجود ذلك لأننا نتكلم اليوم، أغلب المنتجات التي تتم استراضها وتبقى المصطفات الأوروبية كلها منتج نهائي أو موات خامة وبالتالي ليس له تأثير على المواطن المصري أو اتفاع الأسعار بشكل يحقق احتكار لبعض السلع أو تداري استراضي إنما مصر النهاردة بعد التحول الرقمي وبعد الشمول المالي وبعد أن النهاردة مصر طبقت هذه المنظومة وأن النهاردة كل الرسائل يتم تخليص كل الأوراق والمستندات قبل وصول هذه البضائع وربط الموانئ بعض البعض بالهيئة الصدرات والواردات كل هذا من شأنه بيقلل الوقت والتكلفة وبيعمل ربط كامل بين كل عناصر السلع المستوردة تمام وضحت هذه الفكرة أنتقل إلى فكرة أخرى وهي الممارسات الاحتكارية التي من المتوقع أن يقوم بها المنتجين يقوم بها المنتجون المحليون على بعض الصلع إذا ما توقف استيراد هذه المواد خلينا نضرب مثال ما هي الصلع التي ممكن أن نتحدث لها ممارسات احتكارية وعندنا جهاز متخصص يقوم بمراقبة المنافسة الاحتكارية من شأنه مراقبة كل الشركات ولو حدث وجود ممارسة احتكارية أعتقد القانون يردع كل مصنع أو كل تاجر من شأنه يقوم بذلك وبالتالي عدم تأثر الأسواق في الفترة القادمة بأي ارتفاعات في الأسعار أو خلل داخل الأسواق المصرية نتيجة وجود وفرض بعض الممارسات الاحتكارية سواء المصنعين أو التجار للشفافية الكاملة اللي النهاردة ابتدت يتم تطبيقها داخل الوحدات الجهاز الإداري للدولة ده من شأنه رفع كفاءة هذه الأجهزة وأوجد أماكن الخلل ومنع أي ممارسة احتكارية قد تطال من يكون بها واعتقد القانون راضع في مثل هذه الجرائم التي يعاقب عليها بشدة تأتي إلى حد فرض مبالغ باهزة على كل من تسول له نفسه بمتخاذ مثل هذه الجرائم كيف سيناعكد هذا القرار على الاقتصاد الموازي الغير خاضع للرقابة المصرية الحكومة اتخذت قرارات جريئة خلال فترة الماضية الهدف منها هو إتقال الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية للدولة وشوفنا قانون 326 لسنة 2021 والإجراءات المشددة فيه من شأنها إتقال المنظومة الغير رسمية داخل المنظومة الرسمية ونشوف ده في كل آليات التعامل بعد ما كانت مصلحة الضرائب وقدرت الدولة تغطو خطوات سابتة نحو إنجاح هذه المنظومة وإتقال الاقتصاد الغير رسمي لأن النهاردة الحكومة بتجفف كل المنابع وبتجعل كل المعاملات معاملات مصرفية ومن شأنها يعني القدرة على الرقابة كل المعاملات المالية داخل الأسواق المصرية ومن ثم تخيل الاقتصاد الغير رسمي داخل المنظومة الرسمية للدولة المصرية لأن النهاردة هذا الربط وهذا الشيء والتحول إلى الرقمنا أحد إيجابياته هو إدخال الاقتصاد الغير رسمي داخل المنظومة الرسمية لأن ربط الموانئ وبعضها البعض وبالسجل المستوردين والهيئة عرقابه على الصدرات والواردات من شأن الكشف على كل الرسائل التي تم استيرادها وما هو موجود وما هو تم بيعه أو المغزول منه سواء داخل المخازن موجودة لدى التجار أو المصنعين ومن ثم عدم هروب بعض من السلع أو هذه المنتجات داخل السوق الموازي للترابط الكامل بين المنظومة الحكومية بالكامل سواء مصلحة الجمارك أو مصلحة الدرائب أو هيئة رقابة على الصدرات والواردات هذا التناغب من شأنه الحد من مثل هذه العملية هل تتوقع أن يتأثر تجار الأرصفة بتطبيق هذه المعايير خصوصاً أن الكثير منهم يتاجرون بها وهي منتجات قد تكون بسيطة ولكن مجهولة المنشأ والمصدر عندما يتم عدم وجود منتجات مجهولة المصدر أو المنشأ أعتقد من شأنه يقضي تماماً على كل العشوائيات الموجودة والتجار العشوائيين الموجودين على أرصفة وما شابه ذلك لأن الدولة ملتزمة بتطبيق كل هذه المعايير والحد من كل هذه العمليات الوهمية أو العمليات الغير مراقبة من كبير مصلحة الدرائب المصرية النهاردة بنشوف المصلحة الدرائب بتتغير للوصول إلى كل الأفراد أشكرك دكتور سواء عن طريق التسويق الإلكتروني أو سواء المصلحة الدرائب النهاردة بتعمل على رقابة كل العمليات التسويقية سواء التسويق الإلكتروني أو التسويق العشوائي في الموجود داخل الأرصفة والعشويات وأصبح القانون يغرم من يكون بالبيع في الأرصفة والعشويات شكراً جزيلاً لك دكتور خالد الشافعي انتهى وقت هذه الحلقة الخبيرة الاقتصادي خالد شافعي كنت معنا ضيقاً في ماذا بعد شكراً لك أن تستخدم سلعة مستوردة بمواصفات جودة عالية بالتأكيد أمر جيد لعلها تكون بداية لتطبيق معايير الجودة على كافة السلع والخدمات المنتجة محلياً فرفع مستوى المعيشة ليس فقط بزيادة الدخول ولكن بتطبيق معايير الجودة على كل ما تنتجه وما تستهلكه وأن تتحول الجودة إلى ثقافة وأسلوب حياة أمر مطلوب يبقى السؤال دائماً ماذا بعد؟ اشتركوا في القناة